كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة سفير الشيخ خالد بن عبد الله بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أهلا بك سعادة سفير في نشرة الثالثة كلمة تريد توجيه بهذه المناسبة العزيزة وكيف تصف لنا الدبلوماسية التي تنتهجها المملكة مع دول العالم بداية أود أن أرفع أسماية التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجل الوزراء وإلى كافة شعب مملكة البحرين الكرام بمناسبة أحياء الذكرى لقيام الدولة البحرينية الحديثة في أحد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادي وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد مفدة حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم سائلين المولى عز وجل ناديم على أرض مملكتنا الحبيبة قيادة وحكومة وشعبة نعمة الأمن والأمان والنماء والازدخار والاستقرار بالنسبة عن علاقة مملكة البحرين الدبلوماسية مع دول عالم بفضل السياسة الحكيمة لسيدي صاحب جلال الملك المفدة وحكومته المؤقرة برأسة صاحب السؤول الملكي وإي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أثبتت أنها دولة كبيرة ومؤثرة ذات مصداقية وتقدير دولي وهنا نستذكر ما قاله سيدي صاحب الجلالة الملك المفدة في يوم الدبلوماسية بأن البحرين هي منارة حضارية تشع برسائل السلام والتقارب والوئام لخير وصالح البشرية جمعا نعم سعدت سفير الشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية الشقيقة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك